السيدات والسادة الحضور الكريم أهلا بكم جميعا في المؤتمر الصحفي الذي تعقده اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج الاستحقاق الدستوري الأهم الانتخابات الرئاسية 2024 وهي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث بتنافس أربعة مرشحين اليوم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس مصر لست سنوات قادمة الآن مع كلمة المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسأرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم أبناء مصر الكرام السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اليوم التاريخي الذي نجني فيه ثمرت الديمقراطية في بلادنا ونحصد ما غرصه الوطن في نفوس أبنائه من وعي وانتمان نحتفل معا بوصول قطار الانتخابات الرئاسية الفين أربعة وعشرين إلى محطته الأخيرة حيث الإعلان عن نتيجة الاستحقاق الانتخابي الأهم في تاريخ الأمة والتي تعبر عن إرادة الشعب لقد كانت الانتخابات الرئاسية نموزجا نتشرف به في الداخل والخارج التزمنا فيه بصحيح القانون دون أي تجاوز ورأى فيه العالم مشاركة شعبية غير مسبوقة وواعيا سياسيا ودستوريا يليق بمصر وتاريخها التزاما انضباطا وتحضرا في متابعة العملية الانتخابية سواء من حملات المترشحين أو من وسائل الإعلام أو من جهات المتابعة على اختلاف تصنيفها كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتخر جهدا كي تخرج العملية الانتخابية بالصورة التي تعبر عن قدر مصر ومكانتها لقد كان عنوان الواجب الذي التزمنا به هو الدقة والنزاهة والشفافية وفي كل خطوة من خطواتنا كنا نجتهد لتطبيق هذه المعايير كي نكون على قدر المسئولية التي عهد بها إلينا لذا فإنني أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر العميق إلى السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية والسادة الأجلاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة الذي تشرفت بإدارته وللعاملين به لعملهم الدؤوب ومواصلتهم الليلة بالنهار كي تخرج العملية الانتخابية بهذا المشهد الاحترافي ولا يفوتني أن أشيد بالتعاون المخلص والبناء الذي أظهرته كل أجهزة الدولة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر في ملحمة تاريخية تعكس التفاني والإخلاص في حب الوطن وأخص بالشكر وزارة الدفاع وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمالية والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والهجرة والتنمية المحلية وإنس محولي أخرج عن السياق وأشكر السادة المحافظين كل في إقليمه لما بوزل من جهد ودعم ودعم وتعاوى شكرا جزيلا ووزارات الشباب والرياضة والنقل والصحة وغيرها من قطاعات الحكومة المصرية فشكرا لهم جميعا من أعماق القلب ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية أعبر باسمي وباسم الهيئة الوطنية للانتخابات عن صادق الشكر والإمتنان على نقل المشهد الانتخابي بكل حياد واحترافية فكان لهم بالغ الأثر في النتيجة المشرفة التي خرجنا بها حتى استحقوا بجدارة لقب شركاء النجاح وأوجه شكرا خاصا صادقا لبطل هذه الملحمة التاريخية وهو الشعب المصري فشكرا كل الشكر لكل فرض فيه على تلبيته نداء الوطن وعلى إيجابيته الفعالة في مباشرة حقه الدستوري في اختيار من يقوده إن هذه الانتخابات هي بداية الطريق لفترة رئاسية جديدة يتولى فيها القائد الذي اختاره الشعب دفة الوطن بقوة الدستورة وقانون ونزاهة القضاء فكل الدعوات بالتوفيق والسداد للرئيس القادم في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن ترجمة نانسي قنقر